تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله نظمت جامعة البحرين حفلة تخريج الفوج الخامس والعشرين من طلبتها بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك الجمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء الجامعة وسعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال وسعادة السيد أسامة بن أحمد خلاف العصفور وزير التنمية الاجتماعية وسعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام وسعادة السيدة روان بن نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب وعدد من المسؤولين والأكاديميين وأولياء الأمور وذلك في قاعة الشيخ عبد العزيز بن محمد آل خليفة في الحرم الجامعي بالصخيرة وألقى سعادة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء الجامعة كلمة رفع فيها أسماء الشكر والامتنان إلى سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء حفيده الله على تفضله برعاية الحفل مشيرا إلى أن هذا الحفل يقام في ظل النهضة المباركة التي تحققت للمملكة بقيادة حضرة صاحب الجلال ملك البلاد المعظم أيده الله هنأ سعادة الوزير الطلب الخرجين وأولياء أمورهم مثنيا على إدارة الجامعة ومنوها بالدور المحوري والرائد الذي تلعبه في احتضان الطلبة وتخريج دفعات متعاقبة من الخرجين من صناع القرار في دليل ساطع على ما يتمتع به خرج جامعة البحرين من الكفاءة والقدرة والمهنية العالية كما أكد سعادة الوزير الدور الذي يطلع به مجلس أملاء مجلس التعليم العالي وما يبدله من جهود من أجل تحديث السياسات واللوائح والإجراءات التنظيمية التي توجه دفة قطاع التعليم العالي في المملكة ثم ألقى الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين كلمة أكد فيها فخر الجامعة بتخريج أكثر من 92 ألفا من طلبتها منذ تأسيسها في العام 1986 وبفخرها بإنجازات طلبتها الحاليين الذين يبدعون في كل المجالات وأوضح أن جامعة البحرين تكثف خططها وبرامجها لتحقيق الغايات والمقاصد الوطنية المتصلة بتنمية القدرات البشرية ومشيرا إلى الاستمرار في سياسة التوسع في طرح برامج الدراسات العليا وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال وتقديم الاستشارات ذات القيمة المضافة للمجتمع ثم ألقت الطالب الخرج نور أحمد إبراهيم كلمة الخرجين عبرت فيها عن فخرها واعتزازها بجامعتها الوطنية التي ما زالت صرحا علميا شامخا يخرج الأجيال جيلا بعد جيل إسهاما في النهضة الوطنية الشاملة ثم ألقى السيد هشام الرئيس الرئيس التنفيذي لمجموعة جي اف اتش وعضو مجلس إدارتها ضيف الحفل كلمة أكد فيها أثر جامعة البحرين التي تخرج منها على تكوينه الشخصي وطريقة عمله ونجاحاته وكرم سعدة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين الخرجين المميزين أكاديميا والطلبة الحاصلين على مرتبتي الشرف الأولى والثانية وخرجي كلية الأداب يذكر أن تخريج الفوج الخامس والعشرين من طلبة جامعة البحرين سيشمل عدة حفلات ستستمر حتى يوم الأربعاء المقبل وستضم ثلاثة ألاف خريج من مختلف الكليات والتخصصات لم يكن يوما لتعتلي فيه الأمم سدة النماء والرفع لو لا علو فكر شعوبها المتأهبة دوما نحو العلم والمعرفة ومملكة البحرين منذ نشأة التعليم فيها دائما ما تولي قطاع التعليم الدعم المتواصل نحو رسم خريطة واضحة بانت ملامحها في تخريج أفواج من الطلبة تضمها صروح تعليمية مرموقة كجامعة البحرين وهي الجامعة الوطنية الأولى لتسجل إنجازا آخر في حفل تخريج الفوج الخامس والعشرين من طلبتها المتميزين للعام الدراسي 2022-2023 اليوم نحن سعيدين جدا بهذا العدد الكبير الذي تخرج من الجامعة في مختلف التخصصات وله دور في الواقع كبير جدا في رفض مختلف القطاعات في الدولة سواء كانت القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة بالكفاءات والقيادات وطبعا الموظفين المتميزين القادرين على الأبداع في مواقع عملهم نبارك لجميع الطلب الخرجين ومن دون شك جامعة البحرين الجامعة الوطنية الأولى سوف تستمر في أداء رسالتها وفي طبعا التوسع في برامجها الأكاديمية سواء على مستوى الدراسات البكالريوس أو الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع اليوم احتفلنا بتخريج الفوج الخامس والعشرين من طلابنا في احتفالية بهيجة هي الأولى من سبع حفلات بمعدل تقريبا 400 طالب في كل حفلة الحفلة الأولى وجميع الحفلات تأتي برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمدال خليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء حفظها الله وهذه الرعاية هي تشريف كبير لجامعة البحرين ولطلابها وخريجيها وكذلك هو تكليف للاستمرار بتطوير الجامعة وتطوير خريجيها بحيث أنهم يكونون قادرين على الخوض في سوق العمل شعور من الفرح والفخر يعيشه الطلاب في يوم تخرجهم لتصفه كلماتهم التي عبرت عن سنوات دراستهم التي لازمها الصبر والعزيمة والإصرار لنيلي شهادتهم الجامعية طبعا أهدي نجاحي إلى والديني أمي أبوي وإلى أسرتي اللي كانوا معي في كل المحافل وفي كل الأوقات وإلى جميع الطلبة في محافل العلم ودائما وأبدا نقول أن هذه مو نهاية المشوار بالعكس هذه بداية المشوار لانطلاقة جديدة وإلى تحدي جديد في الحياة فهنيئا لكل طالب وطالبة مجدة في طريق العلم نشكر أساتذاتنا لأفاضل نشكر أولياء أمورنا أسارنا اللي وقفوا معانا وتعبوا علينا والحمد لله رب العالمين نحن اليوم نرفع راسهم ومبيض ويهم مثل ما يقولون الحمد لله رب العالمين تخرجنا من هذه الصرح العلمي الكبير أنا جدا فخور في نفسي أنني اليوم وصلت إلى هذا المكان تخرجت بالبكالوريوس في الأعلام بعد ما كانت صعوباتي شوي واجعتها حيال ظروف الصحية ولكن الحمد لله اليوم أنا تخرج من التخصص ومفتخر في لبسي أحب أهدي هاي الإنجاز للأهل أكيد الوالد الله يحفظه تاج راسي وللوالدة والأهل كلهم وكل من وقفوا إياي عشان أنجز هاي المسيرة الحمد لله الفرحة ما تنوصف اليوم والحمد لله تخرجنا وسويناها واليوم يوم مميز بالنسبة لي والزملائي واليوم نحتفل بالمجهود اللي بذلناه وهدي هاي النجاح لوالديلي وأشكر جامعة البحرين على تنظيم هالحفل الحمد للرب العالمين أحبه أني كلمين موجودة هنيزة ملائك لهم أولاء الأمور أمي وأبوي تعبوا وصبروا علينا جامعة البحرين أنتم تخرج جامعة البحرين هاي بحد ذات شي تفتخر فيه الرحلة ما كانت سهلة أنك تتخرج أعلام بالذات من جامعة البحرين هذه وسامنا نعتز فيه ونفخر به وبإذن الله نرفع رأس مملكاتنا الغالية في كل المحافلة الدولية لجامعة البحرين خطة استراتيجية تقضي بمواصلة تطوير البرامج الأكاديمية المختلفة واستحداث برامج أخرى تواكب التطورات العلمية والتقنية لتأدية الرسالة الجامعية في مختلف الأبعاد لتكون جامعة البحرين في مقدمة مؤسسات التعليم العالي في المنطقة والعالم سنوات من الجدي والاجتهاد ورحلة مخزونها العلم والمعرفة عاشها الطلاب خلال فترتهم الدراسية لنشهد اليوم تخريج الفوج الخامس والعشرين من الطلبة الخريجين لجامعة البحرين ببرامج أكاديمية مختلفة إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر